كوافير محمد السوري أنت منوارنا شكراً مرسي شعرنا يا محمد شعرنا أخبره إيه؟ الشعر وألوانه والمودة بتاعة 2017 إيه؟ بصي هلأ المودة ب2017 هي من الألوان كريزي كالر الألوان المجنونة؟ الألوان المجنونة إيه؟ البينك والأزرق والموب وكده؟ لا مش معقول آه والله وهنا أصلاً مش هيعملوها يعني الزبون مش هيستحملها أنه يعمل الألوان دي فنحن بنعمل المودة بالحاجة اللي بتليق على شكل الزبون يعني مثلاً عندنا واحدة صامرة مش مينفع أن نعمل لها بلوند خالص ممكن نعمل لها قاش بلوند فرق بين البلوند وقاش بلوند أنه البلوند بيكون أصفر زي باربي زي باربي آه القاش بلوند بيكون مدي شوية على آه غري غري كده على رمادي شوية رمادي شوية كده آه آه ودلوقتي أصلاً بقت الموضة أنه محدش بيفتح شعره كله من فوق آه منلعب على الديجرادية في الشعر يعني غامق من فوق ونزل أفتح بيجي أفتح بكتير غامق من أول هنا هو أيوه لحد المسر هنا هو لحد هنا وبعدين ما نفتح شوية من كتير وبعدين فتح التروف آه أو فتح الاكستنشن فتح الاكستنشن نعمل حاجات كتيرة ألا أنا بحبز أنه نحن ما نفتحش الشعر أوي لأنه عندنا حاجات جديدة هي الاكستنشن سؤال ده أنا سمعت أنه في حاجة اسمها أولابلكس صح كده طمع ينفع نفتح بيه شعرنا من غير ما يدور الشعر أنا هقولك هي ينفع نفتح بالأولابلكس الأولابلكس هو عبارة أنه هو بيحمي الشعر من التفتيح يعني بيفتح بيه طريقة خفيفة بس إذا كان الشعر متدمر برضو لو حطينا أولابلكس الأولابلكس مش هيحمي الشعر بس هو بيعمل كفر للباودر للباودر اللي اللي منحطه على اللون علشان نفتح فيها درجة أو اتنين أو ثلاثة أو عشرة يعني هو كويس ومش كويس للشعر البايز يعني للشعر البايز خلاص ما نقربش على التفتيح عندنا حلول كتيرة عندنا ممكن نعمل لو لايتس أفتح من لون الشعر بدرجة اتنين بس نبعد عن الألوان الصعبة جدا اللي بتحرق الشعر يعني الأكسجين طبعا لأ لأنه في ناس كثيرة بتفتح بالأكسجين هلا أكيد أي حاجة محتاجة أكسجين يعني صبغة منحط فيها أكسجين النسبة عالية التفتيح التفتيح لاجب نسبة عالية بالزبط لازم ده لأ انت ما بتفضلوش لا ما بحبش وخاصة أنه في عدد كبير من الناس عاملة كرياتين والكرياتين أو البروتين أو الحاجات دي بتنعم الشعر قوي فبتخلي الشعر زي الأستك ومش مستحمل تفتيح ترجمة نانسي قنقر continued